اشتركوا في القناة ترهيب وأما الزجر في كتاب الله عز وجل فهو ما نهى الله سبحانه ووعد العقاب لمن خالفه أية آية نهت عن شيء ووعدت بالعقاب على المخالفة تعتبر آية زجر مثل قوله تعالى ولا تقرب الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيله هذا الزجر وقوله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن زجر ولا تقرب وقوله وقوله سبحانه لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة زجر وقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى يعني لو واحد جاء يسأل هل في القرآن زواجر نعم القرآن مملوء بالزجر عن أمور هذا ممنوع هذا ممنوع وأما الترغيب للعباد في كتاب الله تعالى هناك آيات مرغبات مشجعات فمثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نافلة الليل بالنسبة لنا ليست واجبة لكنها لرسول الله صلى الله عليه وآله تعتبر واجبة إحدى الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وآله هو وجوب صلاة الليل عليه زين إحنا إحنا مستحب نصليها والآية الكريمة تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك طبعا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله إحنا لنا في رسول الله أسوة حسنة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا ترغيب اليعمل صالح طبعا وهو مؤمن الآية قالت لأنه ربما يوجد في الدنيا كثير أناس يعملون الصالحات لكنهم ليسوا بمؤمنين هذا هؤلاء لا يضيع الله عملهم إن الله لا يضيع عمل عامل لكن ما لهم هذا الأجر وهذا الترغيب المذكور في الآية الكريمة فلنحيينهم حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة مو معناه أنه إلا عنده أموال كثيرة أو عنده بيت كذائي أو عنده سيارة كذائية لا هو إذا كان صاحي الله عز وجل معطيه صحة ويقدر يأكل زين مثلا يأكل ينام صحت وعافيت ماشية هذه حياة طيبة طبعا مع الإيمان مع الإيمان والتقوى ربما كثرة المال تسبب وبال مثلا ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب هذا ترغيب يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الآن بغير حساب إما المقصود يعطون في الجنة الخير العظيم يعني ما يحاسبوهم هالكثر أعطيناكم كافي بعد شكثر تردون لا يعطوهم أو لا بغير حساب ما يحاسبوهم في البرزخ هناك أناس مؤمنون لا حساب عليهم في البرزخ خلاص يخرجون من قبورهم إلى قصورهم وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا ترغيب ترغيب بالآية الأولى أقل شيء الإنسان يسويه لا يستقل لعل في هذا المقدار في هذا الشيء رضى الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله هذه التجارة تؤمنون تجاهدون شنو الأثر تنجيكم من عذاب أليم وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه كلها آيات ترغيب وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى هذا الترغيب القسم الثاني أول شيء زجر ثم الترغيب ثم الترهيب تخويف أما الترهيب في كتاب الله تعالى فقوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم تخويف إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة وتضع كل ذات حمل حملها يعني شنو إما كناية عن أنه لو فرضنا امرأة حاملا من شدة الهول تسقط حملها لكن مرت بي رواية قبل يومين هالشكل أنه المقصود ربما بالآية النسوة اللواتي يمتن وهن حمل هذه تحشر يوم القيامة حاملا ماتت وهي حامل تحشر يوم القيامة وهي حامل وذاك اليوم تضع حملها يعني الرواية أعطت الآية حرفيتها وتضع كل ذات حمل حملها شنو هو الزجر منع لا تسوون الترهيب تخويف ونتيجة التخويف الزجر لما الآيات تخوف النتيجة المطلوبة أن ينزجر الإنسان إلى قوله ولكن عذاب الله شديد وقوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في يوم الكل لازم يرجع إلى الله سبحانه إما المقصود يوم القيامة أو لا يوم الموت يوم الموت الإنسان يرجع فيه إلى ربه جل وعلا وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئة بهالدنيا هالكثر قضايا تصير الأب ما يقدر يسوي شيء لابنه الابن ما يقدر يسوي شيء لابنه فكيف يوم القيامة يوم القيامة من اللي عنده سلطة غير الله عز وجل والناس ما لهم سلطة في هذا الحال وقوله تعالى أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين داخرين يعني رغما عنهم رضوا أم لم يرضوا يدخلوهم إلى جهنم نعوذ بالله خلاص ثم انتقلت الرواية الشريفة إلى الجدال ومعانيه وهذه مسألة مهمة يصير فيها تساؤل كثيرا ما هناك بعض الآيات تنهى عن الجدال هناك آيات تحث فإحنا متى ينبغي لنا أن نجادل ومتى ينبغي لنا أن نترك الجدال أما الجدال ومعانيه في كتاب الله تعالى هي كلمة المجادلة اللي جاي في القرآن الكريم هي يوم اشتقاتها جاي في معاني متعددة في موارد متعددة فقوله سبحانه وأن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق بيّن لهم مع هذا يجادلون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون هناك أناس صاروا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وآله متى يعني هذه الآية الكريمة قاعدة تتكلم عن قضية صارت تقول الرواية ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بدر كان خروجه في طلب العدو في طلب العدو الآن طلب شنو بعض الروايات تذكر أنه كان قد بلغه صلى الله عليه وآله أن عيرا لقريش قافلة فيها أموال تجارة المفروض دول قريش كانوا ماخذين أموال المسلمين قبل الهجرة هل كثر أموال استولوا عليها فالنبي صلى الله عليه وآله في الظاهر بدوان الخروج كان طلبا للقافلة للعير وقال لأصحابه إن الله عز وجل قد وعدني أن أظفر بالعير أو بقريش واحدة من اثنين لو الإبعي للقافلة نحصلها لو قريش نحصلها نظفر نظفر بهم فخرجوا معه على هذا الحال فلما أقبلت العير الإبل فلتت في قصة مفصلة وصلت الأخبار كان يقودها أبو سفيان وصلت الأخبار أنه المسلمين طالعين في طلبكم فلفوا راحوا من طريق ثاني وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه منه النبي صلى الله عليه وآله فقال إن قريش قد أقبلت وقد وعدني الله سبحانه إحدى الطائفتين أنها لكم هذا وعد إلهي ما فيه خلف لقافلة لقريش القافلة راحت راحت فلتت شنو بقيت قريش راحت تظفرون عليهم وأمرني بقتال قريش قال فجزعوا من ذلك أما مو حاسبين هالحساب حاسبين أنه يرحون يمسكون القافلة وأموال وكذا الآن صار غير حشي القافلة راحت وقتال وقالوا يا رسول الله إن لم نخرج على أهبة الحرب مريحين حتى نقاتل قال وأكثر قوم منهم الكلام والجدال فأنزل الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنت وتكم هذه الطائفة العير هذه غير ذات الشوكة اللي ما تعوركم هذه وتكم تحصلوها إلى قوله ويقطع دابر الكافرين خلص الله عز وجل أراد ذلك أراد أنه تظفرون بقريش وهي فعلا هذه المعركة الأولى في الإسلام المعركة الحاسمة يعني لو ما كانت صايرة معركة بدر هذه النتائج العظيمة ما كانت صارت بعد هذا فالآية السابقة يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم الحق صار ويجادلون النبي صلى الله عليه وآله هذه آية اللي فيها كلمة الجدال وقوله سبحانه قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سورة المجادلة أو المجادلة تنقرب شكلين اسمها السورة لو نقراها سورة المجادلة أو سورة المجادلة المرأة التي تجادل وقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن فيها أمر جادلهم بالتي هي أحسن إذن هناك مورد للمجادلة مطلوب وهو الجدال بالتي هي أحسن ومثل هذا في كثير في كتاب الله تعالى هذا أول قسم اثنين وأما الاحتجاج على الملحدين وأصناف المشركين الرواية الشريفة تذكر مادة المجادلة في الاحتجاج على الكفار والمشركين وتأتينا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر